ومن الأخبار اللي حصلت مبارح الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة هتعقد كلية الأداب في جامعة حلوان حفل منقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام في شعب الصحافة والعلاقات العامة والإعلان والإذاعة والتليفزيون نهاردة كمان هيتم افتتاح فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة اللي بينظموا الاتحاد المصري للثقافة الرياضية واللي بيعتبر الحدث اللي بيتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور عشر سنين على تأسيسه وكمان الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجد النهاردة كمان هتقطع المياه في مجموعة مناطق في قرى غرب الإسكندرية خصوصا في قرى شمال التحرير قطع المياه هيكون بسبب أعمال إنشاء كبري راس الترع الجديدة والتي هتستمر من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5 العصر نروح لأخبار الرياضة وتحديدا المنتخب الوطني لكرة القدم الأولمبي المنتخب الأولمبي النهاردة هيخضع لكشف طبي هيخضع ليه طبعا كل اللعيبة اللي تم اختيارهم من الكابتن شوقي غريب في أحد المستشفيات بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي ده طبعا بيجي ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بعمل ملف صحي لكل اللعيبة اللي هتشارك في الأولمبياد توكيو حضرتكم أكيد عرفتوا القايمة من اللي هيسافر محمد صباح مش موجود مصطفى محمد كمان مش موجود عشان الإصابة لكن فيه لعيبة كويسة جدا في المنتخب واللعيبة الكبار الثلاثة اللي موجودين هيقدوا بشكل أينها من مجموعة صعبة جدا 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 بس كابتن شوقي غريبة عمل ثلاث عالم قبل كده مع منتخب الشباب في الأرجنتين لو فاكرين لعبنا الأرجنتين برضو يمكن يا رب لسه كمالين مع الأخبار الرياضية والنهاردة يكون معدنا مع مباراة حمسية بنصف نهاية كأس أمم أوروبا يورو 2020 واللي هتجمع بين المنتخب الإيطالي والأسباني الساعة 9 مساء على ملعب ويمبلي في لندن